اهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من بوليتيك ويك بوليتيك ويك مع ياسين مرزوقي وهبث حناشي حناشي وش عنا اليوم في بوليتيك ويك اهلا بك محمد شريف اهلا بك ياسين مرزوقي اهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد اليوم نتناول موضوعين اثنين فقط اولا الندوة الصحفية او لقاء الصحفي الذي اجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع مدراء ثمن وسائل اعلامية عمومية وخاصة والذي اثار بعض الجدل والنقاش والتساؤلات سنتطرق باحتباري كنت واحد من الذين حضروا اللقاء ان اعطي بعض المعلومات حول مواقع حول الجو في المكتب الرئاسي ونتناول في الجزء الثاني اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة الجزائري للبحث عن حل سياسي للازمة اللي بيها اولا اثير بعض الجدل حول المقابلة او لقاء الذي جمع الرئيس تبون مع مدراء بعض وسائل اعلام العمومية والخاصة ويعني بكل صراحة الناس طرحت اسئلة وشكوا حتى في هناك وجود وجود سنسور يعني وجود رقابة وجود وجود شكوك الى اخيره ولكن انا ساحاول ان اعطي رأيي بصراحة حول ماذا جرى امس ما هي النقاط التي ركز عليها الرئيس كيف كان الجود داخل المكتب الرئاسي لأول مرة يجيب التذكير هذا وما لازمش بصراحة نهمله انه اول مرة رئيس الجمهورية يفتح مكتب التاعه لوسائل الاعلام في سين بوليك فالرمزية هذا مهم جدا 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 استدير وقال الرئيس سأعطي وجهة نظري انا لاحقا في ما جرى داخل هذا الوقت نوع من الشهادة ونوع من وجهة النظر والتحليل لمواقع اول مرة يقول مش اول مرة يعني الرئيس قال امس في مكتبه بشي جو جو اخوي بصراحة قال ما نطلبش منكم ولا شي نطلب منكم قولوا ما ترون ولكن احترموا فقط قانون واحترموا اخلاقية المهنة وكونوا كريتيك يعني خدموا خدمتكم لانه محتاجينكم انتوما تكونوا واجهة انتقدونا اذا عندك انتقادات بالعكس انتقد اذا شيء ايجابي قول شيء ايجابي اذا شيء سلبي يقول شيء سلبي تجنبوا فقط القذف والشتم والتضليل والفيك نيوز ومن الامراض مش تعاني منها السلطة او الدولة او المعارضة ولكن نعاني منها قاع احنا اذا كصحفين وكجزين على كل حال ما نطولشنايا ممكن نطلب بوجهة نظر ياسين او محمد الشريف وسأعطيهم بعد لاحقا بعدكم وجهة نظري فيما وقع ياسين ما رأيك انت في اللقاء الذي اثاره بعض الجدل يعني مضمونه في شكله ما هو رأيك في اول لقاء في المكتب الرئاسي في رئاسة الجمهورية بين رئيس الجمهورية والصحافة الجزائرية وقول الصحافة الجزائرية لانه منذ سنوات طويلة منذ 1999 ما لم يتم اي لقاء بين رئيس حتى قبل 2009 كانش شوف منذ اه الا ما خانتنيش ذاكيرا 14 اكتوبر تمانية وتمانين كان الرئيس الشدلي بيرحمو تلاقاه مع ثلاث صحفيين اللي كانو يشكلوا هذك الوقت اللي يمجيه من هذك النهار بصفة رسمية ما كانش صحافية دخل المكتب الرئيس ممكن جدا لا ممكن انصحح الى ما ليش منذكر ماذا نهدر المكتب المكتب لا مش المكتب لا لقاء طبعا المكتب نعم نعم نهدر المكتب كانت ندوات كانت ندوات كانت ندوات لكن فيها بين رئيس الشاي اللي ربي يرحموها بين المدرسة صحفي قاعات واحد اخرين اما المكتب الجماعة اللي راحوا في اكتابر ثمانية وتمانين لليوم حتى انتم مالي كان كوم شارف دخول المكتب وكان المفروض تزيدوا تصفوهونا حاجات اللي زونغ المور اللي ما يشوفوهم ممكن نعطي لك اللي زونغ المور نعطي لك وجهة نظري في هذا النقاش داخل الجو داخل المكتب الرئيس ولكن عطينا يعني شكونا حضروا في ثمانية وتثمانين تذكرهما مع رئيش الشاي اللي مزيدة اللي نذكره عمر بالهوشات والسي علي بن فليس والله واعلم عمر بالحمر وزي العلم الحالي بن فليس بسفتو كان محامي عن حقوق الإنسان؟ كان مثل التيار انت حقوق الإنسان هذة هم ثلاثة اللي كانوا وبعدها لما خرجوا رئيس شادلي طلب الله فيش انتع سيد علي بن فليس قال لهم هذا عجبني كلامو ناخدو معي فتاقم وكما كان الحال بعدها كان في الطاقم أما عمر بالحمر فخدوه في الحكومة حرتوا عليها مسكين كان يخدو مع سيد مولود حمروش كان مع سيد مولود حمروش بالتفكير أنه عفوا بالمناسبة وزير اتصال حالي سيد عمر بن حمر كان من الأوائل اللي رحيني السوجري ذات الوطن مع سيد مولود حمروش كان هو الموشرف هم من الأوائل ولكن حس معلوماتي سيد مولود حمروش طلب منه بش ما يبقى معه حتى يبللوا قوانين لحرية صحفة وكان يجب التفكير هذا يعني القوانين لدراسي دغريب سيد مولود حمروش على رأس الحكومة من أقوى القوانين في ذلك الوقت لدعم حرية الصحفة وهو اللي يفتح الباب لصحفة المستقلة والخاصة في الجزاء سيفري دونك هذه الضائرة هذه النوفوتي أنهم رجال إعلام دخلوا مكتب الرئيس تكلموا بصفة رسمية موالفين يستقبلوا ناس بصفة غير رسمية المرة هذه كانت رسمية حاجة لدوزي من نوفوتي سيك الرئيس تكلم شغل حس بالشعب وش حاب يسمع الشعب تطمينات قال يودي يفكر في الفقير هذا اللي في المدرسة يروح يقطع كيلومترات وكيلومترات وما كانش النقل المدرسي ما كانش كيفش يقول المطاعم المدرسية خمم هالناس زوالية هادو ماشي غير كلام وواصنه طور مناخ الأعمال حاجة اللي إيجابية في نظريه نشوف انه خمم الشعبي الباسيط هذا الشعبي لي موش لاقي قوتو نظن محمد شريف عنده وجهة نظر هو كشاب يعني يشوف حاجة واحدة أخرين ماشي أنا نشوف باللي هو الحاجة المليحة ياسين هو أنه نحتاجه فعلا إلى صحافة قوية يعني أنا لاحظت البارح في الخطاب رئيس ولقائه بمدرسة الجرائد وحتى القنوات شفت أنه رئيس كان متفتح جدا حتى في البوديلانجوش وفي الخطاب تاعه كان جد متفتح على الأجوبة وحتى على الأسئلة شفنا رئيس لا ما عنده حرج أنه يجاوب على أسئلة الصحافة عكس وش كنا نشوفه؟ كنا نشوفه مسؤول بسيط فقط يعني كي يجي صحافي يستقصي يبدأ يكريتيكي فيه ويبدأ يعيط على الصحافة اللي شفناها البرح هو مؤشر جيد جدا بالنسبة لوجهة نظر تاعي هو أنه هناك رئيس يخاطب الصحافة بطريقة لينة بعدما كنا نشوفه أنه صحافة كان ينظر لها بالكثير من السلبية في النظام السابق كنا نشوفه أنه صحافي كانه بين قوسين مغضوب عنه ما يقدرش أنه يستقصي رئيس الجمهورية ولا حتى مسؤول بسيط أيضا الملاحظ في الخطاب تكلمت على أنه كان أكثر قرباً للمواطن هو تكلم على أنه يعرف ماذا يوجد في الجزائر هذا ما يجب أن يكون رئيس الجمهورية عليه يجب على أنه رئيس الجمهورية يكون عنده ويعرف الدولة التي يحكم فيها والشعب الذي يعيش في الدولة تاعه أعطى أمثلة من الواقع تكلم على أنه هناك معاناة وحمل رؤساء البلديات وأصلا نصفهم بأنهم مجرمين في حق الشعب وهذا هو الفعل الطبيعي أيضا شفنا رئيس الجمهورية بصفته خبير اقتصادي أيضا ما ننسوش أنه هو في حديثه عن الاقتصاد أعطى أكثر مقاربات واقعية للحلول عفواً الحلول اللي يجب أن تكون هو تكلم على الستارتوب وما خلاش كلام هكذاك فقط هو أعطى أمثلة وأيضا كان وفي لخطابه لحملته الانتخابية وما خرج على الخطاب الحملة الانتخابية وهذا بشكل عام global more أنك كنت مع الأشخاص اللي حاولوا رئيس الجمهورية وكنت عندك معلومات حول طبيعة الأسئلة طبيعة أسئلة مقبولة جدا وكانت أسئلة مهنية ومعندها مشكلة فقط الملاحظ هو بشكل عام الانتقادات ربما أنت تكلمنا عليها من بعد وتفهمنا وش صراب بالضبط وهذا هو لآثار الجدل الكبير في مواقع توصيل اجتماعي شكرا محمد شريف أنا كنت أمس موجود في القاعة في المكتب الرئاسي وقبل ما نقول جولي داخل المكتب الرئاسي سأقول أنقل شاهدتي بأمانة لرأي العام لأنه من حق الرأي العام أنه يعرف ما وقع وأنا من واجبي أن أنقل ما وقع وبأمانة شديدة جدا لأنه ولا الكلمة مسؤولية تاريخية وسيكشف تاريخ واحد ويحكم هل هذا صحيح أم لا لأنه أنا قلت اليوم ردد أفعال أمس في الليل تباحت الورد الأفعال وحتى الصباح واليوم وحتى تلقيت مع الناس تصلوا بيا ناس والبعض كان يطرح أسئله ويحاب يتفهموا ولكن البعض طرح أحكام بكل صراحة أولا 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 وقبل ما نقول الجو داخل المكتب الرئاسي أولا يجب تنويه أنه أول مرة رئيس الجمهورية يفتح المكتب الرئاسي مكتب رئيس إلى وسائل الإعلام فالفرنزية كان هذا مهم جدا رئيس كان قادر والمعقول هذا هو يعني يدير ندوة صحفية في قاعة مخصصة لهذا الشكل هذا المعقول والمنطقي ولكن هو حاب يدير رسالة ويجب أن نفهمه في هذا الجانب قال المكتب التاعي مفتوح وقال في الحوار في الحوار أنه هذا مركز أنتم الآن في مركز القرار أنتم تصنعون الأخبار وأنتم موجودون في مركز القرار وهذا كان رسالة قوية جدا قالها في الحوار سأتي لحقا إلى المجرى في المقابلة مشكلة تقنية لوقات هذه سنتحدث سنتحدث عنها ياسين بهدو أولا يجب التذكير أولا بالنسبة لي عندي مجموعة نقاط أولا رئيس أول مرة يستقبل الصحفين في المكتب الرئاسي فتح المكتب التاعه وسائل العلم وهذه فلسامبوليك مهمة جدا جدا ثانيا لاحظنا رئيس مصمم وصارم وصادق التي سنسير وشفنا كنت تحكي محمد شريف وحتى ياسين على رئيس اللي يحكي على البوسطة والفقراء ويحكي على العدل العدلة في الجانب الاجتماعي نجو نقطة نقطة رئيس رئيس سمح الروحي نقول يعني لما كان يتحدث أمسا كنت راقب فيه لأنه صحيح كنت معني باللقاء ولكن كنت راقب في الأمور النفسية والجو العام لما كان يتحدث عن الناس الفقراء والبوسطة والأولاد الشعب كان يتأثر ملامح وجهه تتغير يعني تقريبا نشوفه الدمعة في عينيه وهذا بالغ الأمياج رجل كان يتحدث من قلبه وكان مصمم لماذا مصمم؟ لأنه قرر أنه أولاً أعطى الصورة بأنه يتحدث من قلبه يتحدث إلى شعبه وأنه ليس يتحدث إلى شعبه من البالكون أو من السلطة أو من الرئاس يتحدث من قلبه للشعب وهو واحد من الشعب بسيط كان يتحدث كيفاش مثلاً المير يعني المير اللي ما يقدرش يوفر المياه أو الأكل للتلاميذ أو المياه للشعب وما زال الناس يعني هذه الأمور الحياة اليومية كانت تؤثر بشكل وكان هو متأثر لأنه يبدو لي يبدو لي أنا أنا من عرفوش يعني من عرفوش السيبان ولكن يبدو لي أنه واحد من أملا شعب ما زال ما تمسك بالأرض شعب حسيث به أنا أيضاً أنا أيضاً أولد القرية ونعرف يعني الواحد لما يروح عشرين كيلومات بالشقرف الليسي ممكن هو قال قال أنه هو عاشها عاشها كان يقول نتنقل مش عشرين كيلومات مئتين كيلومات أحياناً في الحافلات على الخضر والفواكه لأنه بكري بكري في وقتهم في السبعينات أو في نهاية الستينات ما كانش وسائل نقل أنا يعني يعني أوليد الاستقلال ولكن كنت نروح للثانوية نقرة في الحافلات ونظف الضلمة ويعني يعني والفقر والبرد وكان يتحدث بسدقه ورسالته نظن وصلت للشعب لأنه حسيناه رجل أوليد 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 شعب تالثاً وهذا نقطة مهمة أيضاً بصراحة يعني ما حتش نتبع بأنه يريد إحداث تغيير بسيط كان يريد القول أنه يريد إحداث تغيير جذري في تسيير راديكالي في تسيير شؤون البلاد وهذا بالغ الأهمية وشفنا النقطة الأخرى للحب ركز عليها أنه ركز على الجانب الاجتماعي كان دام يعني كان دام ونحنا كنا نحكي في برنامج بوليتيك على المبالغ تأدام 17 إلى 18 مليون دولار أو أورو كانت تخصص إلى الدام ولكن الدام استفيد منه الفقير والغني والثري والملياردير وهذا الشيء غير معقول هو قال أنه قرر هناك قرار لإعادة نظر في توزيع الدام وقال أنه مع وسأعطي انطباعي فيما بعد قال أنه الدام المخصص للشعب لا يمكن أن نتنزل على هو أنه مع مبادئ أول نوفمبر أو نوفمبر نعم العدالة الاجتماعية أولا قال أنه لا يمكن التنزل على الإطلاق على الدام المقدم إلى شعب البسيط في الدواء في الغذاء في الأكل في الإفباد جيمدال ولكن يجب أن يكون هناك عدل واحترف قال لم كانها العدل في توزيع الدام واحد شعبي تعطيه الدام في المواد السبب ووحد ملياردير تعطيه الدام نفس الدام يعني إشري الكيروزان أو البنزين فقير يشريه بنفس السعر يشري الخبز فقير يشري الخبز 30 دينار مدعم يشري ملياردير عنده مبالغ لخمة يشري الخبزان بـ 80 دينار يشري الزيت بالنفس السعر مع الفاقر يشري السكر يشري الفارين يشري إلى أخير أقل سيتوقف هذا ولكن المشكلة يأخذ وقت وسيرى كيف يدعم هذا ولكن الضمن أنه لن يمس الفقراء وأولاد الشاب حتى في الضريبة قال سأرفع في قانون المالية تكملي جديد نظر راح يديروا ممكن في المتصف العام يديروا قانون تكملي جديد يرفع فيه الضرائب على الناس لما عندهم أقل من ثلاث ملايين سنتيم هو شفناه رئيس فقراء ته شاب خلاص رماروحوا في قلب الشاب قال أنا تح شاب مع الشاب ما يظلمش الأغنية ولكن يأخذ من أغنية ويعطي للفقراء وهذا بصراحة يعني مسعى نبيل جدا جدا للأسف وسأحكي المشكلة التقنية لما خلاش هذا الميساج يفوت كما يجب النقطة الأخرى تحدث عن الصحافة بصراحة لأنه أنا مباشرة بهذا القطاع خطابه كان واضح أولا أصلا يعني لما افتح المكتب الرئاسي للوسائل الألم هذا الشي رسالة الرمزية مهم جدا ثانيا قال بصراحة العبارة وهذا واش نحن كنا نتحدث عليه في هذا البرنامج ونتمناه قال كونوا صحافيين أحرار اخدموا خدمتكم كما يجب فقط احترموا القانون احترموا أخلاقية المهنة اظن هذا واش نطلبوا به واش نطلبوا به به هذا واش يجب تكون له السحافة في العالم كله انتقد الحكومة انتقد الحكومة انتقد سياسة رئيسة تبوون انتقد سياسة رسيجة أنا أقول في قناة الحياة إذا رأينا أنه لازم ننتقد سلبيا سياسة رئيس تبون تأخذوا سياسة رئيس تبون إذا انتقدنا سياسة الوزير الأول سيد عبدالعز جراد تأخذوا سياسة أو الوزراء هذا خدمتنا ولكن ما نسبوه ما نشتموش ما نطيحوش ما نحبطوش المستوى وإذا سيد تبون دار أشياء إيجابية نقوله دار أشياء إيجابية إذا سيد عبدالعز جراد دار أشياء إيجابية مش عيب هذا يعني هذا هو خدمة صحافة كما كل العالم وننقل اهتمام الشاب وعطى ميساج قال كونوان كونتر بوفور لأن الكونتر بوفور كيكون قوي تكون سلطة قوية لما السلطة تشوف وجهها في المراية لأنه صحافة تكون المراية لسلطة تشوف وجهها فيه هاي حقيقتك أيها السلطة كيكون الكونتر بوفور قوي السلطة تكون قوية إذا كانت الكونتر بوفور ضعيف السلطة خلاص تبدأ هي مسيدرة وهذا ميساج مهم جدا جدا يجب أن نتابه له ونشجعه النقطة الأخرى هي الجو داخل المكتب الرئاس بصراحة كان الجو حميمي إذا جاز هذا التعبير والرئيس كان بسيط جدا كان يتواصل مع الصحفيين وبدأنا اللقاء وهذه نقولها يعني أنا عموما لا أريد أن واحد يتحدث على الأشياء ما عندهش الإذر مش يتحدث فيها ولكن نحكي وعليها استقبلنا بصراحة الوزير المستشار للإتصال أو المستشار للإتصال السيد محمد سعيد مع الفريق نتاعه يعني بصراحة بلوطف وتحدثنا وكان الجو أخوي ثم استقبلنا رئيس بلوطف وباحترام كبير وتحدثنا قبل اللقاء وكان الجو بصراحة ما نقول لكش حميمي كان أخوي بسيط وكان الرئيس يتحدث كأنه أب يتحدث مع أولاده وقال هدفي أنه نفتح باب الحوار معكم مستعد نسمحكم وقال أنا الآن أنتم الآن في مركز القرار أنتم تصنعون الأخبار وموجودين في مركز القرار وهذا رسالة قوية جدا يعني قال نطلبكم تخدموا خدمتكم خدموها ونرني معاكم ما تقلقوش ما تخافوش أنتم أحرار وكان هذه الرسالة مطمئنة جدا هذه مش لغة الأشاب اللي كانوا حاضرين معنا يشاهدوا بهذه الأمور نجي الآن لموقع في اللقاء بصراحة أنا حضرت في اللقاء ولكن تفاجأت لأنه لما شاهدت اللقاء في الليل شافت أنه هناك خلل تقني وقع خلل تقني ما هو سبب الخلل تقني بصراحة لا أعرف أنا حاولت اللي متحدث ولكن قالوا لي أنهم بعض الزملاء في الاتصال في رئاسة الجمهورية قال لك وصحيح وهذه يعني نشهدها وأمام وأنا أقول شاهدتين للتاريخ يعني سيكشف قال لك كنا تحت الضغط الوقت لأنه كان هناك التزام ببث البرامج وبالتالي الوقت تضغط عليهم لأنه اللقاء انتهى في وقت متأخر يعني تقريبا زجونس أو تقريبا ثلاثة المساء وما كفها مش الوقت ارتكبت أخطأ تقنية لكن هل اليوم أنا قلت تبعث للأحداث بعض يتحدث عن لسانسور أنه تم حث سئلة وتم حث أجوبة وتم حث وأنا شخصيا شاهد أنه سؤالي مثلا أنا شخصيا هابت حناشي مدير قنة الحياة طرحت سؤالين واحد سؤال الثاني تم بطرة بطرة هل بطرة بسبب رقبة أنا أقول للمشاهد الكريم وأنا مسؤول عن كلامي وأقول بصدق وأمنة وحيدية وموضعية أنه هناك مشكلة تقنية ولا يوجد لا صنصير ولا رقبة وأنه كل ما قيل حول حس معلوماتي يعني كل ما قيل عن وجود رقبة وحث غير صحيح وأنا أتمنى وأظن أظن ما عنديش معلومات رسمية ولكن أظن أنه سيتم بث إعادة بث المقابلة كاملة بعد تصحيح الخطأ التقني ليقع وحتى يشوف المشاهد أنه ما فيش صنصير وبدليل أنه مثلا أنا اللي لاحظ اللقاء أنه أنا طرحت أسئلة مثلا سؤال أولا في اللقاء يجب أن يفهم المشاهد الكريم لأنه البعض يقول لك لماذا فلان ما طرحش أسئلة وفلان بالعكس كل الحاضرين كنا ثمان مسؤولين وسائل العالمية طرحنا أسئلة لضبط الوقت كل واحد طرح سؤالين وأظن زميل واحد طرح ثلاث أسئلة هذا لأمور تنظيمية وتمت الإجابة بحرية ووضوح وتفصيل مميل على كل الأسئلة بدون استثناء لما في الأمس لما كنت نشوف أنا شفت سؤالي الثاني بوتير هل بوتير بسبب رقبة نقول لم يبتر بسبب رقبة بوتير لأنه هناك خلال تقني وأظن أظن حسب رأيي وأتمنى يعني أن يعاد بث اللقاء وأظن أنه من مصلحة الجميع يعادة بث اللقاء كاملا كما وقع كما وقع حتى يشوف الرأي الآن أن الأسئلة كلها طرحت والأجوبة كلها قدمت لماذا أقول هذا الكلام لأنه أنا طرحت سؤال وكان سؤالي الثاني حول الإجراءات التي تخذت لإعادة الأموال المنهوبة واستعادة أو تسلم المطلوبين للعدلة الموجودين الفارين في الخارج وهل العدلة ستطبق ستواصل مكافحة الفساد بنفس الطريقة الآن مثلما كانت قبل الانتخابات الرئاسية وسيد رئيس أجاب بالتفصيل وسؤالي الأول وهذا ربما ما لاحظناه لأنه هناك خطأ تقني للأسف لا أدري سببه ولكن هناك تقني مثلا طرحت سؤالي الأول حول متى يتم تعديد الدستور متى تجرى الانتخابات عفوا البرلمانية المسبقة وهل هناك انتخابات محلية مسبقة يعني البلديات وقال أعطى تفصيل ثم قال نعم سيتم تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية قبل نهاية السنة هذا جواب واضح ولكن لم نرى هذا الجواب في الحلقة التي بثت لماذا لأنه نسألت اليوم في الصباح وكان واضح أنه خطأ تقني فقط ارتكبار ربما للضغط لأنه ضغط رهيب ربما هو خطأ يعني خطأ أكيد كبير ولكن يجب تفاهم لأنه الخطأ إنساني اللي ما يخدمش هو اللي ما يخطأش نتمنى أنه زملاء أو الأصدقاء اللي خدموا في المكلفين بالاتصال يدركوا هذه المسائل ولكن حسب ما أرى أنه يمكن إعادة بث ممكن غدا أو بعد غد اللقاء كاملا حتى يرى والرأي العام أنا اليوم تبعت الرأي العام طلب طلب يعرف وش أسرى يعني يا رب يشوف اللقاء كاملا وظن أنه سيتم بناء هذه الرغبة أولا أولا بناء على رغبة الناس ثانيا بناء على ضرورة التوضيح ما وقع لأنه ما لازم تخلي الأمور تفوت حكذا لازم توضح أنه ما كانش لا صنشو لا حث لا قص ولا هم يهزنون أنه هناك وقع خطأ وهو الحوار كاملا كما وقع لأنه لا يوجد شيء يقتل للإشاعة والكلام هذا الكلام غير الرسمي مثل الحقائق مد مد اللقاء أنا أتمنى أتمنى أن يعد بث لقاء غدا أو بعد غدا أو لا أدري متى كاملا كما جرى في مكتب رئيس تبون حتى يرى أولا رأي العام أنه كل الأسئلة طريحت لأنه بعد أنا طوضت شوية ولكن أنا كنت تم وليس يجب إعطاء بعد تفاصيل كثير من الناس قال لك صحفيين ومدراء الصحف لا تطرحوش الأسئلة صحيح لا هذا غير صحيح طريحت كل الأسئلة الممكنة يعني كنا ثمانية طرحنا 15 أو 16 سؤال كل شخص طرح سؤالين لأنه الوقت طويل طويل ما نقدروش نطرحو أكثير من الأسئلة وكل الأسئلة طرحت بحرية هذه نظمان هنا وكل الأجوبة كانت بتفصيل وسنرى هذا في أجوبة الرئيس بعد تصحيح هذا الخلال التقني أظن إذن أنا رأيي وأقوله بصراحة وأنا مسؤول عليه أمام الله وأمام الشعب وأمام الناس أنه يجب فقط اتقى في فيما أقول مش فيما أقول يعني في ما وقع وسنرى بعيوننا غدا أو إذا عيد لقاء غدا أو بعد غد أو لا أدري كيف يتتصرف رئاسة الجمهورية أو تلفزيون الجزائري سنرى أنه لا يوجد لا رقابة ولا قص ولا شيء من هذا القبيل ولكن من حق الناس أن يطرحوا أسئلة هذا حقهم ومن واجب السلطات أن تجيبهم وأن تشرح مواقع وهذا أقل شيء يمكن القيام به عيسين يشوف الخطأ هذا أني بجوستفي لأنه عندهم إمكانيات تلفزيون الجزائري موالف يغطي مقابلات كبيرة تأكاس إفريقيا نهائية كاس الجمهورية أحداث كثيرة موالفين يغطيوها عندهم الكار هدي تكون أخطأ كما هدي تشوه صورة الدولة المفروض تكون ياخدوا إجراءات رادعة لهذا الناس اللي تصرفوا بهذا الضغط نظرنا هذا يجوستفي حتى واحد يخدموا تحت الضغط لأن المرة هدي لازم يتم إبتخاذ إجراءات لأنهم صوروا نشوف الصورة الصورة الجيدة اللي كان أحب يظهر بها الرئيس يعني بأمور بسيطة خلاص يعني ماشي حاجة كبيرة عندهم الكار HD كان قادر يدير اللايف منتما ويستوك للماتير نتاعوا كي جاءوا خارجين كل واحد يقول لكم هكو الدولة الماتير معكم بو جسبر كي اللي جن فان ابرندر لاللوصن واختر اخرى من انتحو اخطاء متل هاته والله وش رأيك أنا نفس نشوف أنه الخطأ غير مبارر إطلاقا أنه الامكانيات الكبيرة اللي كان عند التلفزيون الجزائري وحتى الامكانيات كما تكلمت ياسين على انها امكانيات ضخمة وانت قلت أنه هناك حلول أيضا الكار واحد يشروه 17 مليون ايرو كنا نتكلم حتى عن الكاميرات غير وعندهم فرق متنقلة ومتلك امكانيات لكن نسحنا فقط هذه الجزئية لأنها جزئية مهمة هي تكلمت لأنها توسي إلى هذه المجلة المليحة التي تهر بها رئيس الجمهورية ونحن نتكلم على جزئية مهمة جدا هي جزئية السؤال لدومونداو الشعب الجزائري لقلب حبينا نشوف أسئلة جريئة وسؤال أنا أعتقد أنه سؤالك حول أين هي الأموال وكيف يتم إرجاعها هو السؤال يكتون أن تستنعوا فيه ومش فينا للأسف وهو طرح من عندك أنت تكنت هناك وطرحت السؤال لكن ما شفناش ولكن أعطيك دليل أعطيك دليل أنه لا يوجد لا سنسير ولا شيء لأنه أنا طرحت السؤال مثلا وسيد رئيس ما يثبت كلامك هو حتى أنه الخطأ شفنا أنه رئيس الجمهورية أكمل المقابلة وأجاب على السؤال بعد أكمل المقابلة ومبعد نزيد ونشوف أنه المقابلة مازالت متواصلة خطأ تقنية أطم ولكن أهم شيء على أنه لا يوجد سنسير ولا يوجد رقبة ولا شيء من هذا القبيل لأنه نسطاتها بوات سياسي لا يوجد شيء من هذا القبيل هناك خطأ تقنية فقط لماذا تعرف لماذا مثلا في لقاء الرئيس عفوا لما طرحت سؤال على الأموال المنهوبة ما شفناش السؤال لأنه خطأ تقنية وشفنا الرئيس يجيب على السؤال لو كانت سنسير يعني تكون سنسير في السؤال أو في الجوال سؤال ولكن الرئيس أجاب وبكل تفصيل وقال أنه الأموال ستعود وسترجع والمطلوبين سيسلمون إلى خلال رئيس يتناول المواضيع مختلفة بدون أسئلة بدون أسئلة يعني شفنا السؤال يدخل في موضوع في موضوع بدون أسئلة وهذا التوسيء ربما إلى لماجه هذه اللي لازم يظهر بها رئيس الجمهورية خطأ تقنية أيضا خطأ تقنية ولكن بكل صراحة يعني أنا راني مع زملائي هنا في القناة أو أنتم أيضا عندكم يعني الخطأ البشري أنا من الذين يطالبون بمحاسبة كل من يرتكب خطأ ولكن يجب أن لا نحمل الناس ما لا تقتلهم به يعني الأخطأ تقع لكن الأخطأ تقع هذا عمل إنساني اللي ما يغلطش واللي ما يخطأش ولكن الخطأ يجب نتحمله لما الواحد يغلط نتحمله نتحمله إذا كان عقوبات لازم عقوبات إذا إجراءات لازم إجراءات ولكن نتحمله لأنه بصراحة هذه صورة رئيس ويجب أولى يعني يجب تقييمها وأيضا اتخذ إجراءات يجب بالضبط يجب تقييم التجربة ويجب أخذ الإيجابيات منها ونهاء نهائي النسلبيات و سمحوني إذا استعملتها الطابق اللي غيظك في هذا القصة أنه الرئيس أراد أن يعطي الانطباع رسالة قوية أنه مفتوح مكتبه مفتوح للوزع الإعلام وبالتالي نرتكبه هذا الخطأ تم ارتكاب هذا الخطأ أنا يبدو لي هناك كمل الكأس يعني فيه جزء معمر وجزء فارغ نركز على الجزء المعمر وأيضا نتم الجزء الفارغ لا يوجد مشكل ننتقد هذا الشكل مهم جدا مهم جدا ولكن يجب بصراحة لأنه بصراحة حتى في أي قناة في أي مؤسسات ترتكب أخطأ يجب أن نتفهم زملاء ربما الضغط نقول لك الضغط رهيب لأن المقابلة انتهت فيه تقريبا حوالي ثالثة هكذا يعني ثلاثة أو ثلاثة تقريبا بين الثلاثة والتسعة وقت يعني قصير بالنظر إلى طول الوقت وبالنظر ربما زملاء ما عندهم تجربة كبيرة ممكن لا أدري ولكن هناك ضغط رهيب نتعال ونحن حسنا به حتى وما ما نش معنيين ولكن أنا كنت شعر بأنه ممكن جدا يقع مشكل ولكن ما ليش نتمنى فقط حتى لأنه الهدف ما هو الهدف أنه الرأي العام يتأكد بأنه ما كانش سانسير ما كانش هذا هو الأهم هناك الأخطاء يجب تحملوها نستعرف بها ننتقدوها إلى خير لكن الأهم من كل هذا هو أنه هذا أهم شي لا يوجد سانسير أنه رئيس افتح مكتبه الوسائل العالم شي إيجاب يجب تثمينه يجب تثمينه جدا ورفعه يبقى نقائص موجودة نتمنى فقط أن يعاد بث اللقاء كاملا من الالف إلى اله حتى الرأي العام ومبعد الرأي العام من حقه يحكم هل اللقاء مليح هل الصحفين كانوا في المستوى هل الرئيس أجاب على اجتمامات المواطنين هل الرئيس كان صادق هل هدر من قلبه هل عبر على هموم الشعب وأنا لوجهة نظر أنا أظن أنه الرئيس سيكسب قلوب الجزائريين البسطة وحتى رجال العمال لأنه تحدث في الاقتصاد تحدث في سياسة الخارجية بقوة ووضوح اللقاء هذا كان عنده رسائل إلى الداخل ورسائل إلى الخارج للأسف للأسف الخطأ تقليل لو قام ما وصل لاش كما يبغي ربما غدا أو بعد غد حسب ما عرى يعني أنا لو كنت مسؤول نقرر فورا باش يعودوه غدواء وبعد غدواء يصلحوه ويصلحو هذا المواطنين الخطاوي يبثوه وتحدث هذا الأخطاء ونتمنى أنه هذا الأخطاء هذا الخطأ لا يتكرر مرة ثانية مهما كان السبب لأنه هذه رئاسة الجمهورية هذه صورة رئيس هذه صورة بلد صورة دولة يجب أن نكون جدين من العبوش في هذا الأمور تطلب يعني سلامة بكل صراحة نحن عندنا مؤسسة صغيرة ونحاول نطبق السلامة بقوة يعني وللأسف يعني الخطأ إنساني كما يقال لغو المشكلة أنه العشرين سنة الأخيرة هذه الدولة الجزائرية صرفت تقريبا مليار دولار في قطاع الإعلام اليوم الجزائر ما عندهاش وسيلة إعلامية تقابل بها الأجانب ومساطيلها مصداقية للأسف ممكن للأسف انتهى الوقت المخصص محمد شريف ممكن نعوده في الجزء الثاني نأخذه جزء لهذه النقطة ثم نروح للموضوع الثاني أظن أننا أجبنا على مواقع أمس في مكتب الرئيس تبون والجدل الذي أثير حول لقاء والخطأ التقني الذي وقع أتمنى أن يعاد بث لقاء حتى يشوف الجزائريون ما هي الأسئلة التي طرحت وما هي الأجوبة التي قدمها الرئيس وكانت أجوبته بكل صراحة سترون ذلك إذا يعيد بث اللقاء كانت طويلة وبسيطة وصريحة ومسة قلب الأشياء كما يقال سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية تحدث عن الصحافة عن التربية عن العلاقات الخارجية عن الهجرة عن التكفل الاجتماعي بالمواطنين عن الاقتصاد عن المالية إلى آخرها عن الدينار عن كثير من الأمور التي تهم المواطن وكانت رسائل قوية وإيجابية وقال البلاد ما هيش في محنا البلاد عندها إمكانيات ستتحسن الظروف تحدث عن الضرائب قال أن الضرائب المواطنين للبساطة سترفع وستحول إلى الغنية أنه يجب العدل في دفع الضريبة إلى خيره أمور إيجابية جدا للأسف الخطأ التقني هذا الملعون هذا حرم المشاهدين باش يعرفوا حقيقة مواقف الرئيس لكن أظن أنه مجرد تصحيح سيعيد الأمور إلى نصابها مشاهدي الكرام انتهى الجزء المخصص أو الوقت المخصص لهذا الجزء نتقي في الجزء الثاني بحول الله بعد قليل أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك قبل أن نقول كلمة ليسين ومحمد شريف أريد فقط نوقف نصف دقيقة عن ما أشيع حول الصنصير يعني الرقابة حول ما قاله رئيس الدولة رئيس الجمهورية أفوان أو صحفيين يعني بصراح هذا شيء يعني لا يفهم يعني لا يوجد أي صنصير ولا رقابة لأنه صحفيين وسنرى إذا تنبث البرنامج كما قلت أنه الصحفيين طرحوا أسئلتهم كما أرادوا بدون أي طلب أو تأثير وأنه رئيس أجاب بكل بكل بالعكس أجاب بالتفصيل وكان يتحدث من قلبه يعني ورح التفصيل المميل وبالتالي بكل صراحة يجب يعني هذا رأيي أنا كنت هناك كنت داخل المكتب الرئاسي يجب يبعاده تماما هذا الكلام ولا أدري كيفها طرحها الآن لأنه لا أرى من يمكن أن يدير السنسور لكلام رئيس يعني لا يمكن ولا يمكن مثلا أن صحفي يطرح سؤال ثم يقصوه له ونحوه له لا يمكن يعني هذا غير معقول خاصة أنه مثلا شفنا سؤال تم خطعا يعني قصه ولكن الرئيس يحكي الجواب بشكل تفصيل يعني هذا يدل على أن هناك فقط خطأ وليس لا هناك لا سنسور ولا هم يحزنون نتمنى فقط أن يعاد بث وأظن أظن يعني حزب ما أرى أنه سيعاد بث ممكن غدا أو بعد غد ونشوف بعيننا لأنه لا يوجد أفضل من مكشفة الجزائرين وتقديم لرأي العام ما وقعه حتى يحكم بنفسه وأظن أن الجزائريين يعني عامة الجزائرين الغالبية العظمى الذي هم يعني من اللواء ما يكفي للحكم بأنفسهم هل هناك خطأ تيقني فقط أم هناك أشياء أخرى وأنا متأكد أنهم سيتأكدون أن هناك خطأ تقني ولا يوجد غير الخطأ تقني يا ياسين ياسين أهم شيء جلبك في خطاب رئيس أمس باختصار حتى نفوت للجزء الثاني ما هو هو الحفاظ على كرمت مواطن البسيط مواطن الفقير وهنا نقدم معلومة حصرية في البلاتو هذا أن الحكومة بدأت تشتغل على كارتوغرافي أنت الدعم يعني طرق كيف يتم الدعم أولا أن هذه قفة رمضان ويتطبو على الناس وهكذا وما أحد معلومة وش حال أعطوا لهم اكزاكتوم في القفة هذه خلاص المتوضة كيك هذا أريد أن تقوم تقوم بها جمعية تقوم بها دولة لا تقوم بها هذا الأكيد 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 هو أنه المرة الجاية عندما ينطلق العمل هذا يقول أن يصبوهم في حسابات في السي سي بي الدولة بارك هي اللي على بلها شحال مدت له دعم يعني مشي المواطن هذك نعلقوا أسمه في القائمة في البلدية حتى كين مضرورين مضرورين يحبون السطراب مرأة مطلقة أو هذك علش روحوا مبهدلوها نعلقوا أسمها في الأخر يعني اليوم تولي الطابعة السرية والحفاظ على كرم المواطن هذا شيء إيجابي في برنامج رئيس لأنه أول مرة نشوف الحفاظ على كرامة المواطنين كذلك في الدعم يادو بلوك في الدعم هذا أول قال الفقير وين ندعمه الفقير ما هو محتاج كاربيرو معناتها ما ندعمه في الكاربيرو الأشياء الضرورية للحياة ممكن في الصحة أن نعاونه في اللجمة في القرية أولاده الفقير هذاك لكي يعطي لهم الدعم لكي يشري لهم الكتب ويشري لهم الأدوات المدراسية ولكن هو ليس ما يعني بالأخر كاربيرو والأحواج ويشري لهم الطبقة المتوسطة في الطبقة المتوسطة الثانية كانت كاتجورية لا يستفادوا لكي يخلص 12 مليون نعتبره الطبقة المتوسطة وكانت يخلص 6 ملايين أو 8 ملايين كيف يفرح الطبقة المتوسطة لذلك يجبون بنيفيسي دي من بريفيلاج من الحاجة المليحة هو السطرة الدولة لا تذهب بمواطنين تنشر في قوائمهم في البلاديات أو في المكان العامة خلاص مننا والجي الدولة على البل هشحال مثلا واحد عنده 20 ألف دينار ولا 18 ولا لا نعرف هشحال الحجم لكن يوصلوه في السطرة يخرج دراهمهم من البوسطة ويضربهم ويحب هذه هي الإيجابية في الموضوع هذا لديك كلمة فقط فيما يتعلق نحن تناولنا الكوتي إيماج الآن تكلمها الكوتي ديسكوغلي هو الخطاب الخطاب السياسي هو مهم جدا مش نفهمه رئيس تبون وتوجهاته الاقتصادية وحتى السياسية أنا ملفت انتباهي الجملة اللي بدأ بها في سؤاله حول الشق الاقتصادي كيسخصاح الصحفي قالوا تكلمتم عن الحلو السياسية أين هو الاقتصاد من ذلك هو أو سؤال قالوا أن السياسة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد ومش في العكس وهذا هو اللي يجب أن يكون يعني الاقتصاد يجب أن نحطوله السياسات المناسبة لتخدمه مش يتصبح الاقتصاد اللي هو ليخدم السياسة كما كنا في السابق اللي هو المال المال السياسي نضخوه باش نوصله للسلطة ونوصله إلى الحكم الحقيقة هو أن الاقتصاد يجب يحتاج أنه يدعم بقرارات سياسية حقيقية وفعالة يعني لا يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بدون قرارات سياسية حكيمة وتشخص الأزمة وتشخص الموضوع أنا اللي لاحظت في الخطاب من حيث المضمون ومن حيث الشكل أيضا اللغة اللغة اللي هي تعرف حنا شيء أيضا ياسين أن اللغة هي مهمة جدا في التواصل يعني ما قدروا نتواصلوا بدون لغة اللغة كانت لغة بسيطة ولغة سامبل بعض أعاب على أنه لغة بسيطة أنا ما فهمتش علاش نعيب على أنه لغة سامبل ونحن نحتاجه إلى البساطة ما نحبوش لغة خشبية الشعب كره من لغة خشبية تجي تهدر عليه خطابات شعبية وكذلك وإنا وهذه المصطلحات الفضفاضة معتش تخدمنا الآن الآن تكلموا برئيس يتكلم بمصطلحات شعبية اللي هي قريبة إلى المواطن تكلموا على الحرقة تكلموا على الفقر تكلموا على البطالة تكلموا على مشاكل مختلفة وهذا هو النقطة إيجابية أنا في وجهة نضر ما هيش النقطة السلبية أنا لست بمدافع عن الرئيس لكن أنا نشوف وأقيم ما تم ما شاهدته وأنا شفت أن اللغة كانت قريبة إلى المواطن وهذا هو اللي يجب أن يكون يعني من تكلمش مع المواطن بلغة لا يفهمها أنا مواطن بسيط من جيش نقول له أنا جبت لك سياسة اقتصادية ليبرالية ويش يفهمه في الليبرالية ولا في الاشتراكية ولا في الاجتماعية هو يفهم سياسة الدعم يفهم أنه سنقوم بدعمه ماديا نحسنونه ورضعيته اجتماعية نحسنونه من ظروفه الاقتصادية هو اللي يجب أن يكون وأنا لاحظت أنه هذا كان في خطاب رئيس الجمهورية ليلة أمس والذي يجب التركيز عليه أيضا هو الجانب السياسي الجانب السياسي كان جانب واضح يعني كانت هناك قرارات سياسية واضحة هناك تغيير الدستور هو منفتح على جميع شخصيات سياسية معارضة كانت أو من أي اتجاهات هو تكلم على أن الدستور سيكون دستور للدولة وليس للأشخاص وهو ما نطلب به يعني كيفش أنا نجي نطلب بدستور أنه يكون للدولة ويكون دستور ثابت وما يجيش يتغير وبعد نقوله أنه تكلم على دستور سيذهب إلى تغيير دستور يعني كيفش نطلب دستور يحافظ شكل الدولة والنظام السياسي وما نغير دستور يعني يرحم عقولنا يعني للأشخاص لرغم يتكلموا على أن تغيير الدستور جاء سابقا لأوانه هو تكلم عن ذلك في حملته الانتخابية أنتم انتخبتم ونحن انتخبنا على رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية قال أن الأولويات ستكون لم أقول في شهر الأول أو الأسبوع الأول ستكون تغيير الدستور هو الآن يطبق برنامجه هو أنا أقول لست بمدافع عنه أنا إنسان منطقي أتعامل مع متغيرات جاءت في الحملة الانتخابية هو لا يخرج عن خطابه في الحملة الانتخابية على فكرة هو تكلم على كل الأشياء وجاوب على جميع الأسئلة اللي سقصتوهم من تومة البارح ولا حتى اللي تكلم عليهم هو تجاوب عليهم فيما سبق حناشي أنت بعض الخطاب الحوار تاعك وسقصتوا نفس الأسئلة اللي سقصتوهم البارح وجاوب عليهم في الحملة الانتخابية يعني كيفاش ما يجاوبش عليهم كرئيس للجمهورية حتى العقل تعنا لازم نرحمه عقول المشاهد والمستمع يعني يجب احترام عقول المشاهدين والمستمعين والمتابعين رئيس يخاف أن يجيب عن أسئلة ولا حتى يكون هناك منتاج وهو يجاوب عليهم في الأساس في الحملة الانتخابية يعني هذا هو كما قلوا بالإنجليزية الكوستن ماركو لعلمة الاستفهام الكبيرة هذا هو شكرا محمد شريف أنا أركز باختصار يعني على نقطتين أولا بصراحة الشي اللي حسيت وأنا كنت الداخل أنه رئيس بصراحة وستأكد الأيام لهذا صحيح أم لاو إذا كان صحيح نقوله صحيح إذا كان خطأ نقوله خطأ النقطة الأولى هو أنه رئيس لا يريد إجراء تغيير فقط يريد إجراء تغيير كبير في البلاد تحول تحويل قطيعة متامرفوز يغير تشير الحكم في البلاد وشفناه يركز أولا على السياسة خاصة السياسة الاجتماعية التي تخدم الناس غالبة الناس لا تخدمش بعض الأثرياء هذو اللي وصبوا هذة الدولة يعني منبع للثراء وليأخذ الأموال وإلى آخره وهذا الكلاب قال أنه ثروات الدولة لازم تروح للشعب وقال أنه الاقتصاد الآن انتهى وقت الاقتصاد البازار انتهى وقت الاقتصاد يعني تالسرقة ونتالنهب وتالخطف حان الاقتصاد الحقيقي اللي يدخل الثروات ليكريه لريشاس يشغل الناس يخدم الناس يدفع الضريبة إلى خيره ويبدو لي أنه عنده بكل صراحة هذا رأيي الشخصي أنا نلتزم بها أنا وحدي عنده نظرة متكاملة لحداثه ديكليك الآن وش لازم يكون وهناك رجال يقوموا معاه في هذا الدفع ونعودا نجعلك باختصار للجانب الاجتماعي مهم جدا جدا عبالك تحولات الاجتماعي التكفل الاجتماعي قيمته 17 و 18 مليار دولار أو 18 مليار أورو هذه تروح للدعم دعم تروح للصحة طيب عفوا للضمان للدواء للريتريت لمعتيرنيتي هذه الأمور ودعم الغذاء دعم الأكل دعم الشرب دعم 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 قال لك هذا الأمر يجب أن من وقفوش الدعم على الإطاقة نحن مع الدعم ولكن هذه الأثرياء اللي يدو الدعم نحبسها لهم الآن تحبسها هنا وقال أنه سيعاد نظرة في 30% ظن إذا ما نجعه غلط 30% من نسبة الدعم إذن الفقراء اللي عندهم أقل من 30% 30 مليون 30 أرض دينار 3 مليون سنتيم سترفع عليهم الضرائب وسيعد إعادة توزيع هذا الأمور الدعم دعم تعدولة ما تروحش الفولان اللي عنده 5 مليار حواقال 5 مليار في العام يدخل 5 مليار ويشري الخبزة بـ 8 دينار ويشري السكر مدعم وزيت مدعم وليسوس مدعم وثريسيتي مدعم ما إلى خيره والماء مدعم يشري الدعم يروح وبشرة للناس اللي عندهم وهذا شيء إيجابي أنا شخصين من المدافعين عنه بقوة منذ ومنذ وتحدث عليها عدة مرات في هذا البرنامج دراهم تعدولة تروح عندك دعم عندك مئة مليون تعدام نعطيها اللي يحتاجها فمشان قسمها نعم مكاش بالسواس يجعون بها تهريب اليوم نحن الحليب الدولة الجزارية تدعم بش سيخونا هذك يديه على الحدود يبيعون وليسونس والمعزوت وكل موال سكر إلى خيره لأنه ولد دعم هذا مصدر للتهريب ويجب تكون شجاع سياسي هو قال أنه نبحث الآليات أنا أتمنى أنه رئيس يتاخذ القرار في هذا وأنه يتم تحويل الدعم جاء الأسعار تتحرر في السوق وتقديم الدعم اللي مخصوه الأبوال الدعم ممباشرة للناس خريطة طريق في الموضوح هذا انتهى حاجة جديدة يجب أن نصحح بعض المفاهيم وبعض الممارسات نرى مثلا قانون المالية تكمل في 2009 يجب ضريبة على شارج على استخدام الموبايل التي تخلص الفاكتور على التليفون أو تدير شارج الكريدي كان ضريبة ضريبة هذه كان تروح لفن اسمه الفوتيك هذا تقريبا 5-6 مليار دينار سنويا وبدأ تتراكم تتراكم حتى وقت يجب أن ندير به الستارتوب تتراكم تتراكم في القناة في قسنتينة وعنبا ومشروع في ورقلاء ومشروع سيدة عبدالله في القناة تتراكم المصدر ومشروع قلنا هذا شاب صغير يسل لك راسو في الانفورماتيك يجب يجب مشروع ورواح ويجب يسكن في الحراج لكي يصل لسيدة عبدالله يأخذ 4 أو 5 وعشية نفس الشيء يعني يجب لكي نحاول ويجب نصف الوقت ممكن تخلينا هذا في البرنامج تعاكب جناس لا معلش لا دورك الموضوع خلاص العقلية لازم تتبدل حبي تعاونه أعطيله 20 مليون ولا 30 مليون وخليه يروح يكري قدام به بداره يقدر يصهر 12 تعلير بعد يدخل بداره ما كان حتى خاطف صحيح قال لك البارح رئيس يعني بدرنا دراهم بالصح بالغبة انتعنا دي ما ما نصلوش النتيجة وهذا وش قال الرئيس انه سيعيد النظر جذريا او سيقوم بتغيير جذري في ادارة او في سياسة ادارة البلاد ونتمنى هذا يمشي لانه لانه نية واضحة الرغبة واضحة تبقى الاليات سنرى كيف سيتم تطبيق هذا نتمنى انه الجهاز تنفيذي الحكومة تنفذ سياسة هذه رؤية التغيير خلال سنة او سنة ونصف على الاكتر بداية على قل بداية التغيير ممكن جدا في بداية 2021 وهذا شيء ايجابي جدا يسين ممكن جدا تناول هذا الامر في برنامج بيزنس بيزنس شوف نفتح قوس على غاز صخري الجزائريين بزاف اللي رهم يغلطوا فيهم وتكلمون هم على الغاز الصخري وكأنه هذا النوكليير رح نضربه به الجزائريين اكبر خابير في الغاز الصخري هو الاججاز لهنا صح في السياسة العمية انتعنا لأكبر خابير ردوه مسير انتع شركة طاكسي صح يسير يسير يعني هذو رهم يحرضو في الناس وحرضو في الشباب أنا مدابية يجي ويقدموا نفسهم ونستقبلهم في البلاطو هذا ورح نجيب لهم شباب اللي قرأوا على الغاز صخري وعندهم دي بيبليكاسون ووريونا شطارتهم هذو اخترار سهل باش قول له الفركتوراسيون الفركتوراسيون انا دي روح مصباح لأشياء وعلاج لكن ياسين نقطة مهمة في هذا اسمح لقاطعتك لأنه مهمة جدا وطلق لها رئيس أمس ونتباحتها في سابق يعني كما قال الرئيس أمس وصلت الأمور حتى إلى اطلق من الشعوة في بعض القوى لأنه لماذا يراد البعض من الجزائر عدم استغلال الغاز الصخري لماذا مش قضية تتعلق بالصحة يعني انا نخاف على بكل صراحة أنا من الناس الذي يطالبون بعدم قيام بأي عمل يضر بصحة الناس إذا كان الغاز الصخري يضر بالنبط الماء مكان لا هنديره بصراحة إذا كان يمس بالبيئة مكان لا هنديره ولكن الآن الدراسات حسب حسب الدراسات يقول توجد تقنيات للحفاظ على سلامة المواطنين ولكن مش هذا هذا الخبراء فقط الجانب الذي نهتم به أنه لما طلقت في الرئيس السابق عبد بوتفريقة سياسة الغاز أو إنتاج الغاز الصخري انطلقت إشاعة في جنوب أنه الغاز الصخري يسبب العقم وطلقت نوع من الإشاعة استعملوا العدان تعلج الجزائر إشاعات لعبوا على واترف لابسيكولوجي شركة بيتروليا ودول عندها مصلحة في احتكار الغاز وعدم دفع الجزائر إلى تصدير الغاز واستفاد من الغاز طلقوا إشاعات وجاءوا حتى طلبة يعني كما يقول طلبة شيوخة مشاوذين من المغرب من أشيقنا في المغرب إلى بعض المدن وبدأوا يكتبوا حجوبة للناس عطّعوا الانتباع بأن الغاز الصخري هذا النار تسبب العقم للشعب الجزائري وأن إذا بدأ الغاز الصخري الناس لا يزيدوا وولدوا وأن بعد سنة مشهورة هذه مش كلام فارغ ولكن إذا بدأت الجزائر في إنجاز الغاز الصخري في هذه المنطقة خلال سنة يتوقف الإنسان على الإنجاب واشقال الرئيس حتى أمس قال نفس الشي نفس اللغة التي عملت في بداية السبعينات لما داروا جيانال في سكيكدا قالوا لهم استغلال الغاز في سكيكدا رح يلوث المياه وأي شخص يسكن أو يعوم في البحر انتأسكيكدا وهذه المنطقة مزيدش يولد مزيدش ينجب وبدأوا الناس خافوا وبدأوا ضد إنجاز البيترول لحظة ونسكت لأنه أحيانا يستغلون نقف بوحد الجدل لحظة الآن دقيقة باركو أخليك يا ياسين لأنه هذا والله على قلب لأنه أنا قلت لك قلبي كالجزائري مع قلوب الجزائريين يعني ساحة الجزائريين لا تشرب بالغاز ولا بالبيترول ولا بالذهب ولكن بعض الدول بعض الدول اللي عندها الغاز مسيطرة على السوق العالمي للغاز ما دى بها الغاز كان في قطر كان في روسيا كان في إيران عفوا في ليبيا كان بعض الدول لتستغل بما فيها إسرائيل تستغل في الغاز في شرق المتوسط مع يونان ومع بلد نعم يعني الآن ما دى بهم الجزائريين ما دلش الغاز الجزائر الثالث بلد في احتياطه في الغاز من أكبر الدول في الغاز أفوا 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 الآن ونسكت. الآن نحن نعانيه ونسفريه. الجزائر إذا كانت تدخل 30 مليار أو 40 مليار دولار من الغاز الصخري أو الغاز غير الصخري الطبيعي. وما فهمت شنع لماذا نستغلوش إذا ربي أعطينا هبة يعني إذا أعطينا نعمة في التراب في الأرض لماذا لا نستغلهاش؟ لماذا في أمريكا وقع هذا وش قال الرئيس أمس وخلي الخبار يحكيوا لماذا بين فيلا وفيلا كان بئر نتعال الغاز ومكاش غير يämس وخري كانت البترأية كمية أكيدنا. لدينا مشكلة بأكيد منه أماكن في الأحداث حسرت يجب أن نتكلم على أكيد الحيث لنا في حاسرمل في الأمريكا من الغاز الصخري القليدي. نشارع إلى مليار سعيد الهربل ٥٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٫٣ عندما نجيب الغاز السخري، كنا نجيبه في الظروف الحالية، والناس كذبوا عن الرئيس وغلطوه، هذا أمر خاطر. كيف حقا؟، نحن نجيبه في 0.65 ونجيبه في مستدولار الومبتا. هذا نجيبه من روسيا وغلب بالتروى الدولار؟، لماذا نرميه دراه من هذا؟ ولكن هذه مغلطة اخرى لان الجزائر لا تستورد الغاز يتصدر الغاز وبالتالي القضية ليست نشريوها قضية نصدرها اذا انا انا عندي تقلص انكماش في الوريدات انتاعي انكماش في صادرات على البترول من عند سوناتراك وعندي فرصة ندير الغاز الصخري ننجو باقصى قوة الا لحظة ونسكت الكو ارخص الكو مش لماذا الولايات المتحدة الان كانت مستوردة للنفط وكنت الدخل في ايران وفي الخليج وفي سعودية وفي بحرية اكثر مصدرة اصبحت الان تصدر الغاز وتصدر البيترول لحظة نحن نفس الامكانيات حناشي دماري كان عندها امكانيات كبيرة وتكنولوجيا نحن للملك تكنولوجيا تكنولوجيا صعبة شوية نقل تكنولوجيا من البلاد البلادي تطلب امكانيات كبيرة لا يوجد مشكلة انا خرجنا الموضوع على الصحة نظر لكي نذهب على الصحة الجزائريين كان هناك مواضيع التي يجدونها كلهم ونتكلمون عليهم الاميونت في ال96 الدولة كانت احمد ويحيا على رأس الحكومة ودرندي كريكزيكوتيف ومضل حوالي 4 سنوات وخمسة لنحيوا الاميونت اليوم تلاميذ أولادنا رحمي قراو في سيطة أميانتي صحيح لدينا مشكلة صحيحة إخواننا في الغوات رحم مرض علاجة الزويل أسكارال هذه الزويلة التي استعملها في السنترال الإلكتريك ويجب أن يخزنها للتم الدولة يجب أن تقف على هذا الموضوع والناس الذين يحضروا على الغاز لا يعرفوا لهم يرحم مالدكم رحوا تكلموا في موضوع أخر سنحب أن يحضروا آخر ويجب أن يدعوا عليهم أيضًا من أخبرنا لا يجب لي أسرعة أصبحت أصبحت اقفوا أصبحت الناس الذين كانوا أقفوا الأعضاء ومنذ انهم أخبروا شرطوا هذوك الحارس البلادي واللي كانوا التما اليوم واحد ما جاوبهم وحتى الباقي الجزائريين ماهمش معنيين بها الانوران الانوران زيد لكم نقطة واحدة اخرى تانية بسرعة بسرعة لا لانه هذي صحة الجزائريين هم يمكننا تناولوها في برنابي جزائريين لا نحضروا هذه ليش بيزنس هذي صحة الجزائريين هذي صحة الجزائريين عندهم في الكايد يشارجوا الدفتر الاعباء انهم يديروا دي فيلتر وينحيوا الملح هذا اللي يجيبوه من البحر ويستعملوه في الاخر في الاندوسترية واللي يبيعوه واللي يصدروه يدبروا رأسهم الناس عاودوا يجيبوا الملح يخرج الملح يزيدوا يرميوه وهذا خطر على صحة المواطنين اللي رهم يروحوا يعوموا ويصيدوا في اماكن قريبة من الاخر هذي محطات تحليت مياه البحر ويلا يحبين انتكلموا انتكلموا مواضيع هذي انا متفق معكم انتمنا في برنامج بيجنس لانه مهتم انت بالامور هذي توضحها الرأي الام وتعطي كل واحد يتحمل مسؤوليته فقط هذي وخليك عم حبتشري بكل صراحة يجب ان نقف ضد اي شيء يتأثر على صحة الجزائريين في الجنوب او في الجنوب الغربي او في اي مكان ولكن يجب ايضا نتمنى انه خوتنا في المراطق اللي فيها الغاز الصحري يسمعوا الخبراء اذا الخبراء قال لك موضير للصحة يجب ان توقف نهائيا عن انتاج الغاز الصحري اذا الخبراء قالوا خبراء الحقيقين مش تعالي يشريوهم تعالي يشريوهم اذا الخبراء قال لك هذا يضر صحة الناس يضر المان حبسه اذا قال لك لا يضر خلوا البلاد تفايد من اموال انتاج الغاز الصحري وبالتالي وشوفوا الدول الاخرى اللي عندها هذا الغاز هل سكانها تضروا ام لا في امريكا في امريكا وخليك محمد شريف في امريكا ينجو الغاز الصحري في كل اصباحات امريكا مصدرة للغاز والبترول هل ما يخافوش على صحة الامريكية انا نقول انه غاز دوشيست متاع عبد الملك سلال عبد الملك سلال يجابه في برنامان 2015 يتناولوا موضوع غاز دوشيست هو الخطاب تاعه كان خطاب رديء جدا ومعرفش انه يسوق كما يجب للبرنامج يعني كل حق يستعمل بعض المصطلحات وياسين هو على باله خبير ايضا وانت احناشي على بالنا كامل بالخطاب لا لا يعني انت على بالك وش كان قال السلال في 2015 في البرنامان قال يعني هو يستخدم فيه مواد حتى في حفظة الاطفال بين قوسين ومعرفش يسوق للبرنامج اللي كان عنده يعني الان كما قال ياسين خبراء وهو ما لشخصه الوضع وهو ما الاجدر من اي شخص ممكن ان هم يحطوا البروجيه حتى كيفية استغلال الغاز الصخري وعن الاماكن تنقيب تاعه وهو صحيح انه فيه اخطار على صحة الانسان وكل ذلك لكن ان كان احنا كصحافة المهمة التي تهمنا هي صحة الانسان وصحة المواطن وميهمناش ان كان الاموال ولا غير ذلك احنا ندافعه لصحة المواطن والاكيد انه رح نفتحه وانا متأكد من ذلك رح تفتح بوليتيك ان كان الغاز الصخري سيؤثر وسيكون مع ياسين خبراء ويتكلموا في الموضوع ورح نشوفه ونشوفه الديباء نتائج تاعه وهذا شيء طبيعي يعني اي برنامج يحتاج الانديباء ونتمنى ياسين في برنامج بيجنس تجيب خبراء خبراء حقيقين في الطاقة الاخرية في الاقتصاد يقول الجزالين اذا كان صح مضير ام لا حتى اذا كانوا بخبراء جانب يمكن استعانه بالخبراء اللي عندهم حنكة وخبرة ومعرفة حقيقية جزائريين يخدموا في شركات عالمية في الغاز دوشيست في كل شيء في الغاز دوشيست وشي قولوا على الغاز دوشيست الغاز دوشيست ومكان حتى مشكلة مكانش خاطر على الجزائريين ونخصوا لها موضوع هذا ونشرحوا علاش خاطر في امريكا لانه قريب كيف يتم تردد الغاز دوشيست وقريبا من المياه لذلك يمكن أن يكون احتكاك وإنما الغاز يتلقى في فرنسي لماذا تردد الغاز دوشيست لانه فقط الغاز دوشيست في باري نعم في باريس أما هنا الغاز دوشيست 30600 3500 متر سوتار وماء 600 متر كيف تردد 34 كم بين الماء والغاز بين الماء والغاز بين الماء والغاز الصخرة التي تنتج منها الصخرة يعني مستحيل يكون خطر حتى تقوموا تكسير 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 بالماء والماء والماء والمواد الكيمائية نتمنى وياسين تشرحنا في برنامج بيجنس للرأي العام كيف هل الغاز الصخري ينكين وينمكانش وينموضير إلى أخير هذا مهم جدا على كل حال عفوا هذا أولا على ذكر الغاز يعني نروح ونربطوه بالموضوع الليبي لأنه ليبيا أصبحت محل الطمع القوى اللي عندها الغاز أو تريد السيطرة للغاز نذكر روسيا نذكر قطر والدول اللي محتاجها الغاز مثل تركيا وكذلك بعض الدول الأوروبية والدول التي تريد إنتاج الغاز والبيترول مثل مصر أو اليونان أو إسرائيل الأمر معقد ومشبك وكله في نهاية المطاف نفط وغاز وبيترول اليوم في الجزائر تم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأفريقية المجاورة لليبيا وهناك مسائح حديثة لإيجاد حل للأزمة الليبية تبحت محمد شريف ماذا جرى اليوم؟ باختصار أنا أولا نوه نقطة أنا وشعجمي في بوليتيك هو أن تكون الموبيضون حرج في الدولي وفي الداخلي وهذا شيء نقطة إيجابية نسميه الفوائل كما يجب تسميتهم اليوم وقع اجتماع في الجزائر بدعوة الجزائر كان اجتماع لوزراء خارجية الدول الجوار لليبيا بعد قمة برلين مباشرة كان اجتماعي ضمن جزائر مصر أيضا نيجر مالي ودول اللي عندها علاقة بالليبيا بدون حضور الحكومة الليبية اللي محضرتش في هذا الاجتماع وكان وزير الخارجية الألماني كان حاضر أيضا وتناولوا موضوع كيفية سبول الخروج من الأزمة وحل حالة الأزمة في ليبيا وكان إجماع حول أهمية الحل السياسي روزير الخارجية الجزائري بوقدوم تكلم على أن الأزمة الليبية تحتاج إلى حلول ليبيا ليبيا بحاجة إلى حل سياسي وهو الموقف الجزائري هو تكلم أيضا على أن المجتمع الدولي أصبح يتبنى الطرح الجزائري فيما يتعلق بأهمية حل حالة الأزمة بطرق سلمية وسياسية روزير الخارجية المصري تكلم على أن الأزمة أصبحت سياسية وهو الشيء الذي لحظته في هذا الاجتماع أن حتى الموقف المصري أصبح يتناغم مع الموقف الجزائري لو نشوفوا الصورة البيان لوزارة الخارجية المصرية تكلمت على أهمية الحل السياسي وهي نقطة مهمة جدا يعني الآن حتى الأطراف المباشرة في الأزمة الليبية والفاعلة في الأزمة الليبية أصبحت على يقين أن الحل لا يمكن أن يكون حل غير سياسي حتى أن أهمية تزويد الفرقاء الليبيين بالسلاح أصبحت غير مطروحة في الوقت الحالي باعتبار أن مخرجات اجتماع برلين تتباحت في مجلس الأمن وتمنع الآن مجلس الأمن يقوم بدراسة مخرجات اجتماع برلين وهو حب نعلم أن الخمسة الأعضاء دائمية في مجلس الأمن يمكنهم تحت البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة أنهم يدخلوا وحل حالة الأزمة بطرق حتى طرق السلاح وهو ما سيكون مستقبلا وأنا ربما جدير بالذكر أن ياسين كان ثابت على الموقف تعود وتكلم على أن الأزمة لن يكون هناك تدخل في ليبيا هو ما يتكشفه الآن المعطيات في الواقع في الأرض الليبية الآن حتى وإن غاب الطرف الليبي عن اجتماع الجزائر يبقى اجتماع الجزائر عنده رمزية كبيرة لماذا عنده رمزية كبيرة لأنه جزائر دولة فاعلة في الأزمة الليبية علش دولة فاعلة لأنه الحكومة الليبية في حداتها هي من طالبت وطلبت تدخل أدور الجزائر ندرنا ندرنا نعود نرجع للبترول والغاز في المسألة هذه لأنه أطمع التركية هي لما وقعت مع الحكومة في ترابلوس وقعوا على وقود في الغاز وفي البترول لكن في الظروف لا يستطيع استغلوا من المصلحة تركيا أنها تسوي الموضوع هذا لا أعرف المصرية قالوا نضغطوا في زوج لكي يكون حل سياسي لأنهم مزروبين ونعرفوا ما في ليبيا كان في 2010 كانت مشاريع ضخمة سيأخذوها في ليبيا يعني كانت عندهم حاجات كبيرة استثمارات ومشاريع لكن بعد سقوط القدافي حبس كل شيء بقاتلهم إنسلت سنترال إلكتريك في غات واحد لاوت الكهرباء ضغط العالي ضغط العالي على مدى 420 كم نبقى وبرك يعني مصلحة تركيا كذلك مع الجزائر تركيا عندها هنا توسيالي في الجزائر عندها شركة إنجاز كبيرة وعندها مشروع غازي ضخم مع الجزائر في تركيا يعني ستحاول توازن ونظن هذا هو الشيء الذي سيركز عليه أردوغان يوم الأحد عندما يأتي هنا لكي يرى يوازن بين الجزائر وهذا يبدو لي أن الأمور بدأت شوية تتاضح لأنه أردوغان سيزور الجزائر بعد يومين وكذلك فيه إمكانية لأن يقوم الرئيس المصري بزيارة الجزائر سيد عبد الفتاح السيسي في الأيام أو العزبائي القليلة المقبلة ويجب أن نفهم مباشرة أنه أردوغان والسيسي هما من المؤيد خيوط الحل للأزمة الليبية لأنه أردوغان يؤيد حكومة وفاقوة السيد السيسي يحكي الماريشال حفتر إذا تم توافق مع هذين الرجلين ستفكوا حقود الأزمة الليبية انتهى الوقت المخصص لهذا العدد من بوليتيكويك شكرا محمد الشريف شكرا ياسين مرزوقين نتمنى أنك تطور مش تطور يعني تتناول هذه الأمور المعقدة في برنامج بجناز إن شاء الله تتضرب منك ممكن لواعد المشاهد أنه يتضرب منك قريبا تفاصيل لا فقط غدوة غدوة يا رحمة تشوفوا إنسان قلبه معمر وتشوفوا كيفاش الدولة تتلعب يعني الموظفين تتعاد الدولة يتلاعبوا بالمشاريع وبالاستثمارات اللي ديرينها وكل واحد كيفاش يجيب صحابه ويعطي لهم مشاريع ويقبض معهم والناس البوسطة اللي يسون هنا يحبوا يخدموا ما يخلوهم مش مسكرين عليهم إن شاء الله غدوة تشوفوا الحلقة هذي جديدة لتعب بيزنس بيزنس أصرار الصفقات الأمومية الصفقات الأمومية تشوفوا لابندانونس فيها يعني إنا وإنا وأخواتوها صفقات الأمومية شكرا ياسين تمنى أن يكون البرنامج جاروق المشاهدين الكرام شكرا محمد شريف مرة أخرى شكرا ياسين شكرا المشاهدين الكرام انتهى هذا العدد من بوليتيكويك نلتقي الخميس المقبل في عدد جديد أما أنا فسألتقي بكم يوم السبت المقبل مع خلاف بن حداوة عبد الوهاب جاكون تصبحون على خير اشتركوا في القناة موسيقى